السلام عليكم انا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد واليوم رح نتعرف على جميع حكام ورؤساء الجزائر عبر 23 قرن دون انقطاع زع ما في رأيكم نقدروا نحصوهم ونصنفوهم في حلقة واحدة لو كان نبدو من الملك ماسي نيسا حتى للرئيس عبد المجيد تابون وبينات 163 حاكم وبا يكون الفيديو مفيد صح ما رحش نكتفيه بترتيبهم وذكر اسمائهم ومدة حكم كل واحد فيهم فقط بل رح نذكروا بصمة كل حاكم في تاريخ الجزائر ورح نشوفوا لي حكمه 30 و40 سنة ونشوفوا لي حكمه بضعة ايام واسابيع ورح نشوفوا لي كبرت بهمتهم البلاد وولت من اقوى الدول في العالم ونشوفوا لي ضعفت وتراجعت في عهدهم ولذلك الحلقة رح تكون طويلة شوي لكن نوعدكم انها ممتعة ومفيدة وبلا ما نطول عليكم هيا ندخلوا في صلب الموضوع هذا ماسي نيسا واحد نوميديا الشرقية ونوميديا الغربية عاصمته كان سيرة اللي هيقصمتينه وكان عنده جيش نظامي وعملة ووزراء الا انه في اخر حياته كان يدعم روما به تحتل القرطاج والبعض يشوف انه هذه الغلطة كانت بمثابة بذرة جعلت روما تسيطر على شمال الفريقية فيما بعد وبداية حكمه كانت معا نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ولما مات مصينيسا ولاده معينوش ملك منهم بل تقسموا الملك الى مقاطعات واللي هما قولوسا اللي عاش فقط ثلاث سنين بعد باباه ومستنبع اللي درنا عليه حلقة وقلنا هو اللي جاب الميدالية الذهبية الولمبية في الفروسية ومات ايضا في شبابه وميسيبسا اللي استمر حكمه وثلاثين سنات ميزت بدعمه للرومان حتى انه بعث يغورطا ولد خوه ما يدافع على روما في اسبانيا وكي مات ميسيبسا حكم ولده همسال لكن ماكملش عام حتى قتله يغورطا او ربما دبر قتله وبعد ما مات هرب خوه عزارباعل نحو روما واستنجد بهم فاعدوه للبلاد مع حامية امنه من يغورطا اما يغورطا فحتى هو في بداية حياته كان مدافعا عن روما لكن اكتشف خطورة دخولها لافريقيا وابدا معارضا للرومان وولد عمه ليعونوا فيهم فات امروا عليه وتسببوا في اعدامه ومن بعد حكم جودا بن باستنباع لمدة 17 سنة ومن بعد حكم يارباس لكن كان الرومان قد سيطر بالفعل على المنطقة ولو انه ظهر من بعده يوبا الاول ويوبا الثاني وعرابيون الا انهم كانوا تحت الاحتلال لانه قبل الميلاد 100 سنة بدأت فترة الاحتلال الروماني اللي راح تمتد لخمسة قرون ونص وهي اطول فترة احتلال عرفتها الجزائر عبر التاريخ وجات من بعدها مباشرة 105 سنين من الاحتلال الويندالي اللي يدخل عام 429 ومن بعدها مباشرة 112 سنين من الاحتلال البيزنطي اللي بدأ عام 534 حتى للعام 646 وان وصلت كلمة التوحيد من الشرق بان لا اله الى الله وانه محمدا رسول الله فامن من امن وحارب من حارب وتواصلت الفتوحات الاسلامية حتى اسلم كل شمال افريقيا واستقرت الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه فعين ابو مهاجر دينار على افريقيا والمغرب وهو اللي تنقل بسكرة ولوراس وميلة وتلمسان وحكموا لهذه البلاد امتد سبع سنين خلفه فيها عقبة بن نافع اللي احكمها عامين فقط حتى اعترض له كسيلة والروم وقتلوه في ضواحي بسكرة ثم حكم زهير بن قيس واول ما فعله انه اقتل كسيلة وهزم الروم وقوية في عهد الاسلام اكثر في ارض الجزائر ثم حسان بن نعمان يقوله دخل باكبر جيش عرفته افريقيا في تاريخها فقتل الكاهنة وكل من تمرد من الرومان والبربر وعمى الاسلام وعمى الامان والهدوء في حكمه وحسان هو صاحب اطول فترة حكم الافريقيا والمغرب في زمن الخلافة الاموية لانه حكمه 14 سنة وحكم من بعده موسى بن نصير اللي حاولت بعض القبائل البربرية انهى الثور ضده فجالس اليهم وحاورهم ومتص غضبهم ببراعة حتى انضم لجيشه الاف البربر طواعية وهو اللي يفتح طنجة في المغرب الاقصى بمساعدة عامله طارق بن زياد ومن بعده حكم ولده عبدالله اللي يفتح الكثير من جزر البحر الابيض المتوسط حتى تم سجنه من طرف محمد بن يزيد اللي ينقلب عليه وحكم بلاستو لمدة سنتين ثم اسماعيل بن عبيد الله وهذا اللي ولاه عمر بن عبدالعزيز على المنطقة وكان فقيها عالما راويا للحديث ثم يزيد الثقافي وهذا كان تلميذ الحجاج بن يوسف الثقافي وحكم لمدة سنة واحدة وقد قتله الخوارج هنا في الجزائر ثم بشر بن صفوان اللي حكمها ست سنين ثم عبيدة سلامي لقال اليه حكم افريقيا والاندلس مع بعضهم ثم جاء من بعده عبدالله بن الحابحاب اللي في عهده تسرب الفكر الخارجي اكثر للمنطقة ثم كلثم بن العياذ اللي حكم فقط بضعة اشهر وقتله الخوارج من البربر ومن بعده حنظل بن صفوان الا انه اكثر فيهم القتل فعزله الخليفة ثم عبدالرحمن الفهري اللي حكم عشر سنين وهذا انشق في بداية حكمه على الخلافة الاموية واعلن شمال افريقيا دولة تاب عليه وحده ثم سرعان ما رجع لصف الامويين غزل البحر لابد المتوسط وبلاد الروم ايضا وبنهاية حكمه دخلت البلاد في حالة من الفوضى والفتن وحتى الكفر والزندقة مثل ما فعله جميل بن عاصم الورفجومي اللي هو خال طارق بن زياد ولا ولدخته ونسيت لهم واحد منهم خال ثاني ليكون عبدالرحمن هو اخر ولاة الخلافة الاموية على المنطقة اللي قاعدت حوالي ثمانين سنة وعيشت بعد هالجزائر واحدة وعشرين سنة اخرى بدون حاكم مسمى تاريخيا وانتقلت بذلك لمرحلة جديدة تسمى بالدولة الرسطومية اللي راح نشوفوها تمتد لحوالي مئة وثلاثين سنة والرسطومية نسبة لعبدالرحمن بن رسطوم اللي اتخذ من تيارة عاصمة ليه واللي حكم ثمانية سنين ولما مات عبدالرحمن خل الحكم بيد ابن عبدالوهاب اللي كانت له رغبة كبيرة في توحيد الجزائر وتونس في دولة واحدة الا انه بعض الفتن حالت دون ذلك كما فتنة يزيد بن فندين وفي المجمل حكم عبدالوهاب ثمانية وربعين سنة لتكون ثاني اطول فترة حكم في تاريخ الجزائر بعد ماسي نيسا اللي حكم 54 سنة ومن بعدو حكم ولدو الافلح اللي هو من موليد تيارة والافلح هذا برز في الخطابة والعلم اما وفاته فكانت حزنا على ولدو ابا اليقظان اللي راح للحج فحكموه العسكر تاع العباسيين وسجنوه في بغداد وما زاد شافوا ثم ولدو ابو بكر بن الافلح اللي حكم فترة صغيرة وما نعرفوش الكثير من اخباره حتى قالت السلطة الخوه محمد بن الافلح اللي راح يحكم 23 سنة تميزت بامتداد الدولة الرسطومية من المحيط الاطلسي حتى التونس ثم ولدو يوسف اللي حكم على مرتين لانه هنا حكم ثلاث سنين فقط حتى دار عليه عمه ونحاله البلاسة وبعد اربع سنين من حكم العم يعقوب بن الافلح رجع يوسف مرة اخرى في ظروف ما نعرفش عليها الكثير ثم يقظان بن محمد وهذا اخر حكم الدولة الرسطومية اللي ثارت عليه القبائل البربارية وبدأت تشيع والتصوف والمعتزلة في الانتشار على حساب الاباضية فانحصر ملكه فقط لمحيط مدينة ثارت بعدما طاردت قبائل الاوراس ممثليه وانقلبوا عليهم ولما اشتد عليه الخناق هربوا اتباعوا الى الصحراء وتحديدا الى ورقلة وبقي لوحده فتم اعدامه وانتهت بذلك المرحلة الرسطومية والعاصمة ثارت واستغل المرابطون في مراكش ضعفه فتجاوزوا نهر ملوية حتى احتلوا وهران وتنس وذلك في فترة انتهت بتقسيم الجزائر بين مرابطي الغرب وفاطمي الشرق ولما نحكي على الدولة الفاطمية لازم نعرف انه بالرغم من انه الدولة الفاطمية كانت بذرتهم بين القبائل البربارية الساكنة شرق الجزائر وغرب تونس الا انه معزل دين الله الفاطمي اختار بعد ما بقي في عدة سنوات في المنصورية انه ينتقل الى القاهرة ويتخذ منها عاصمة لانه واجه ثورات عديدة هنا في هذا المنطقة ولم يدم الحكم الفاطمي للجزائر طويلا حتى دخل الجزائر مرحلة جديدة من تاريخها واللي هي الدولة الزيرية دولة الزيرية هذه ابتدأت من الوسط الجزائري ثم راحت نحو الشرق ولم تلبث ان انبثقت من صلبها دولة اخرى واللي هي الدولة الحمادية واللي كانت في الوسط والغرب لي تعيش الجزائر حوالي قرن ونص من ازدواجية العواصم والحكام نبدوها من زيري بن مناد اللي كان من ركائز دولة الفاطمية في بداية حياته لكن استقل عليهم وحصل على بيعة الناسبة يكون اميرا وكان بذلك اول حاكم للجزائر في الفترة الزيرية التي سميت تاريخيا باسمه وسرعان ما شكل جيشا منظم كان يدفع له الرواتب وسك نقود باسمه وبناقل عثاخرة في اشير ضواحي المدية واتخذها عاصمة وانتقم من حكام فاسو سيجل ماسة لما اخذ حاكمها الخليفة السيجل ماسي ووضعه في قفص وطاف به الجزائر اما وفاته فكانت بيد جعفر بن علي الاندلوسي المغراوي اللي ثار عليه من بلاد المسيلة اما مساحة الدولة الزيرية فقد امتدت من ليبيا تونس الجزائر وتقريبا كامل المغرب العربي وزيري حكم المنطقة مدة 36 سنة خلفوا فيها من بعد ويلدو بلكين ولا بولوغين كل كتاب كيفاه يسميه واللي هو اسس مدينة الجزائر على انقاذ ايكوسيم المهجورة وكنا درنا عليها حلقة من قبل وايضا اعاد بناء المدية ومليانة وعدة مدن شمالية وانضمت لحكم جزيرة سيقلية فاذا سألنا احدهم في التاريخ متى كانت سيقلية جزائرية نقول له في وقت بولوغين بنزيري وفي وقته اعلن احد ملوك برغواطة في المغرب الاقصى انه نبي فتوجه له بولوغين وقتله وحرر كل عبيده وسجناءه ويقال انه مات في بشار ثم من بعده نلقو ولده المنصور ليحكم 11 سنة وهذا 11 سنة ابدا فيها خلاف شديد مع الشيعة الفاطميين في مصر وصلت حتى لبعض الحروب وتميزت ايضا بمحاولات للانقلاب من احد اعمامه وصارت عليه فاس بتحريض من عمه هذا الا انه عفا عليه بعد ما سجنه لفترة ثم من بعده حكم باديس اللي تعرضت البلاد اثناء حكم لهجمات الفاطميين من الشرق اللي اخذوا منه مدينة ترابلوس الليبية وفي اثناء حكم مؤسس عن باباه زاوي بنزيري دولة زيرية موازية في الاندلس كان يحظر انه يمتد بها انه يحكم الجزائر والدول المجاورة وفي نفس الوقت ايضا اسس عم محمد بن بلوغين قلعة في المسيلة والتي ستكون من بعد بذرة لعاصمة جديدة في الحكم والليه الدولة الحمدية لهذا ما انه ورث الحكم لابن المعز حتى يكون عم محمد قد اعلن الانفصال وانه اسس دولته الحمدية في المسيلة وخلى فقط شرق الجزائر وغرب تونس للدولة الزيرية الان المعز هذا يحتسب له انه الغى التشيع كليا في الجزائر واعتبره ممنوع وتصالح مع العباسيين في بغداد وتصالح معه ولد عمه الحمديين وخلىهم في دولتهم الجديدة اما وفاته فكانت بالمرض عام 1061 ميلادي ولوك حبينا نحكو على حمد اللي اسس دولة الحمدية نلقوا انه اختار التوسع غربا حتى ضم فاس وحواظر المغرب الاقصى واحكم الدولة الحمدية 13 سنة وورثها من بعده الابن القيد بن حمد وبالعودة للجهة الشرقية والدولة الزيرية نلقوا الحكم آلة لتميم بن المعز بن باديس بن بلوغين بن زيري واني ذكرتلك من نسبة تتفكروا بانه نحكو على الدولة الزيرية بالمناسبة حتى الدولة الحمدية ترجع ايضا لزيري لانه كنشوفوا هذا الناصر نلقوه بن علناس بن حمد بن بلوغين بن زيري يعني الدولتين الزيرية والحمدية رهن من عائلة واحدة وفي هذا الفترة وحنا نحكو هنا على القرن 11 بدأت شريحة المجتمعية تتغير بشكل كبير لانه العرب اللي بدأت هجراتها مبكرة انه هما اللي شكلوا دولة لغالبة في تونس منذ قرنين وهنزدت اعدادهم اكثر بقدوم المزيد من القبائل الهلالية حتى اصبحوا يرجحوا الكفة في الحروب لهذا استعانى بهم تميم بن المعز للهجوم على ولاد عمه الحمديين في المسيلة ولما غلبهم واجبرهم على الفرار اصبحت المسيلة فارغة وكافأ تميم هذا القبائل بان خلالهم كل الغنائم والاراضي وقال عبارته الشهيرة لا يليق بي ان اسلب ابن عمي خذوا كل الغنائم بتاعه وبعد ما كثروا العرب في مسيلة وسط الجزائر وعجز الناصر بن علناس على استرجاع قلعة بني حماد فره الى بجاية وبناها من جديد وسماها الناصرية واتخذها عاصمة للدودة الحمادية كمانه تصالح في نفس الوقت مع تميم بانه تزوج بنته باللارة بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن بلغين بن زيري بن مناد باللارة هذي تزوجها الناصر بهلم فقط الصف الحمادي الزيري وابنه منصور رقا نفسه في عاصمة جديدة لهي بجاية فقضى حياته في بنائها وتحصين أصوارها أما تميم وبعد أن هزم الناصر بن علناس تعرضه أيضا لثورات داخلية في الشرق قضى بقية حياته في محاربتها وبالانتقال لآخر جيل في الدولتين الزيرية والحمدية نلقو عبد العزيز بن منصور يحكم الدولة الحمادية من بجاية والتي أصبحت في هذا الوقت حاضرة علمية مزدهرة جدا وفي فترة حكم نزل عندهم ضيف من مراكش يدعى بنت ومرت وانضم لي حلقات المسجد حتى تعرف على تلميذ يدعى عبد المؤمن الكومي وهو شاب من تلمسان جاء يطلب العلم في بجاية وهذن في زوز بنت ومرت وعبد المؤمن الكومي هما اللي رح يطلقوا من بجاية المراكش بيأسوا دولة الموحدين والتي سترجع لبجاية غازية واللي راح تنهي حكم ولده يحيا كحاكم للدولة الحمادية وحكم الحسن بن علي كحاكم للدولة الزيرية وذلك في منتصف القرن الثاني عشر وليبايع الجزائريين رجلا آخر واللي هو يغمراسن بن زيان اللي تسمت باسمه الدولة الزيانية وعاصمته هاتي الامسان وأول ما فعله يغمراسن هذا هو أنه تحرك بجيشه إلى مراكش عاصمة الموحدين فأنهى دولتهم إلى الأبد وأعلن الدولة الزيانية حاكمة للمغرب الأوسط اللي هو الجزائر وطالت مدة حكمه 47 سنة ليكون صاحب ثالث أطول فترة حكم في التاريخ الموسق لأنه الأول قناة مصي نيسا والثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وهذا يغمراسن 47 سنة من الحكم وبعده حكم ولده عثمان لأعاد توحيد الجزائر حتى حدودها الشرقية وتبادل المودة مع السلاطين الحفصيين في تونس إلا أنه بني مارين في فاس خاصموه لأنه آوى بعض الفرين منهم ولهذا احتل بني مارين كل من توريت وجدة وندرومة وحاصرة لمسان حصار طويل وقد مات عثمان بالمرض تاري كانت لمسان تحت الحصار الماريني ثم بوزيان ليختار مدينة الجزائر عاصمة له وهنا نشوف مدينة الجزائر لأول مرة تكون عاصمة ولما كان يجاهز بايشن هجوم بري على المارينيين اللي حاصرت لمسان اسمع باللي بني مارين من قلبه على بعضاهم وأنه دولتهم اتقسمت فتحرك فورا وسترجع كل المدن تابع عليه حتى النهر ملوية أما بوحمو بن عثمان فقد رضخت لحكم الجزائر شرقا وغربا إلا ثعالي بتمتيجة فتحرك نحوهم بجيش وردهم إلى صف الجماعة وفي نفس الوقت تصالح مع المارينيين في فاس وتصالح مع الحفصيين في تونس ومن بعده نلقو الحكم آلة لابنه عبد الرحمن اللي حكمت 19 سنوك وكانت فضرة حكم ومرحلة للبناء لأنه البلاد استقرت منذ أيام باباه إلا أنه في سنة 1337 ميلادي غار عليهم المارينيين من جديد وذلك على حين غرى فهبى مع سكان المدينة للدفاع عنها حتى قتلوه فمات وهو يحمل سيفه دفاعا عن الأرض في عاصمته تلمسان وانت عرضت تلمسان لنهبوا قتل كبير وبعد فترة نلقو الحكم آلة لابو ثابة وعثمان ابو سعيد اللي هما خاوت قسم الدول السلطة في ظروف صعبة تسبب فيها بانو مارين حتى جاهم ابو حمو الثاني اللي كان شاب عمره 29 سنة حين غلب المارينيين وحررت لمسان واستعاد حكم الجزائر وبدأ يخطط أنه يوقل عاصمة تاعو إلى الجزائر باه يتجنب هذا الجيرة مع المارينيين اللي شجاهم قربهم تلمسان أنهم يكرروا الهجمات بايسقطوا الدولة في كل مرة والحكم التاعو هنا ما كانش مستمر بل كان متقطع لفترات يخلفوا فيها محمد بو زيان الثاني ثم حكم البلاد ولده ابو تشافين ثم الفقيه والشاعر الذي لم تعرف الجزائر حكما أشعر منه إلا ربما الأميراب القادر واللي هو بو زيان محمد الثاني إلا أنه سرعان ما قتلوا أخوه اللي حكم من بعده مدعوما من ملوك فاس ثم ترأس البلاد من بعده أخوهم الثالث بو عبدالله بن خولة اللي عاش تحته البلاد فترة رخاء وازدهار نسبيا ومولاي سعيد اللي حكم البلاد عام واحد ويقولوا كان شحيحا بخيلا يحتكر أموال السلطة حتى على الفقراء والمساكين ومن بعد جاء أصحاب الحكم الطويل عبدالواحد اللي رد الصعصعين البنو مارين بأن دخل بجيش والعاصمتهم فاس واحتلها لعدة سنوات إلا أنه تعرض لهجوم من جهة الشرق من الحفصيين لجوه من تونس واحتلوا تونس حتى تلمسان إلا أنه حررها بنفسه ولما مات عبدالواحد جاء من بعده أحمد العاقل بمساعدة الحفصيين أهل الشرق لهذا كانت كل فترة حكمه الطويلة اللي تخلوا من الثورات ومحاولات الانقلاب أما المتوكل فقد رسم الحدود الغربية عنده وادي ملوية وحصن دفاعاته الشرقية ضد الحفصيين في نفس الوقت جماع كل أمراء بني زيان المنفيين في الشرق والغرب لهم أولاد عمه وأكرمهم ودارلهم مصالحة وطنية بين كل الأطياف المتنازعة في الدولة وزوزلي بعد أبو عبدالله الثابتي وأبو عبدالله الخامس في عاهدهم سقطت لأندلس وغرناطة وبدأت الهجمات الإسبانية على سواحل الجزائر حتى أنه أبو عبدالله الخامس هذا وقع معاهدة مع إسبانيا فيها الكثير من الذل والخضوع مقابل فقط أن يحافظ على ملكه لهذا قتله خوته وستمرت نوعا ما العائلة الزيانية في الحكم بشكل غير عملي حتى الـ 1550 أين تم ضمت لمسان وما تابعها للعاصمة الجديدة وهي الجزائر وبدأت فترة جديدة كليا اسمها الفترة العثمانية اللي رح نشوفها تبدأ من 1516 حتى الـ 1830 هذا عروش برباروسا اللي بدأت منه الدولة العثمانية كان غازيا في البحر يهاجم السفن الأوروبية وينقض المسلمين الفرين من الأندلس هو اللي حرر بجايا وجيجل من الإسبان وانتقل الجزائر بعدما ناشده أهلها لمساعدتهم ضد الإسبان فحارب مع الجزائريين رفقة أخوه الأصغر خير الدين وأصبح أميرا على الجزائر بعدما قتل حكيمها سليم التومي الذي كان يرسل الإسبان سرا للتعاون معهم وأنا منذ أيام سقصاني أخ اسمه ياسين عباسي على سليم التومي إذا كان خاين أو تم تشويه صورته أنا لقيت وجهة نظر في زوز في كتب التاريخ لكن مرة أخرى إن شاء الله ديره التحقيق خاص بسليم التومي ونجبدو كل الوثائق المتعلقة بها إن شاء الله ونرجع لع الروجة يقول نظم تيلمسان وما تابعها من أقاليم بعدما ضعف بنوزيان وما عدوش قادر يحموها إلا أن فرقة إسبانية كانت تترصد في تيلمسان فقتلوه ومات وقد ترك لأخوه خير الدين مهمة صعبة جدا وهي منع أي اعتداء أوروبي على هذه السواحل الجزائرية وخير الدين بارباروس ما كانتش فترة الحكم تاعة طويلة بل كانت متقطعة على فترات كان يخلفوا فيها ساعات ابن حسن بن خير الدين أو حسن باشا وحسن باشا هذا في أثناء حكمه تعرضت الجزائر للعديد من الهجمات الأوروبية أهمها هجمة إمبراطور أوروبا شارل الخامس اللي يلقى في العاصمة أقوى هزيمة له في تاريخه ودرنا حلقة على هذه الهجمة اللي خلى فيها تاجه والألاف من جنوده ونجا فقط بنفسه ثم في 1551 حكمها الخليفة السفاح اللي كان واليا على تيلمسان والسفاح حكم عام واحد وجاء من بعده صالح رايس من أفريل 52 حتى الجوان 56 وصالح رايس كان برتبة أمير البحار ومعروف التاريخ بهجومه العسكري على سواح البرشلونة وسن ريمو وهو اللي استردى نيس من الحلف الإسباني الإيطالي ومنحها للفرنسيين وهو اللي من حول لأجل ملك فرنسا كاتد رأي الطولون إلى مسجد ولكن هذا قبل تولي الحكم وإنما لما كان أميرا للبحر أما أثناء تولي حكم الجزائر فقد استردى بجايا وحررها من الإسبان للمرة الثانية سنة 55 ثم حسن قرصو ومن أهم إنجازاته التحرك في جيش بري بها يصد هجمات محمد الشيخ لإحتلته الإمسان وكانت نتيجة أنه اقتعر السلطان السعدي هذا محمد الشيخ يوم 23 أكتوبر 1557 وأحضره الجزائر كما أنه زار بنفسه كل من ورقلة وتقورت بها يفض خلافات ويوحد صفوف ومات شاب وعمره 38 سنة في الجزائر العاصمة ثم نلقو أنه حسن باشا بن خير الدين برباروس راجع للحكم من جديد لأنه ذو خبرة في حكم الجزائر ولأنه الأمور أصبحت في الجزائر نوعا ما فوضى في الجيش متمثلة في الانتقامات والإنقلابات ثم من بعده محمد باشا ابن صالح رايس اللي شفناه قبيل محمد باشا هذا هو اللي بناء باب الواد وهو اللي بدأ في تشكيل دولة مستقلة على الباب العالي في اسطنبول ومن بعده جاء عليه علج وهو اللي احتل مالطة لما كان قايد للبحرية وهو اللي رسم الحدود الشرقية اللي نشوفوها اليوم مع تونس وبالمناسبة عمرها فرنسا لا كانت عدو للجزائر إلا في وقتها لعلج هذا اللي هو قرر أنه يرفع يده على دعمها وحمايتها من الإسبان والطاليان فتحالفت معهم فرنسا وأصبحت علنة ضد الجزائر ثم رجع محبوب الجماهير محمد باشا اللي كان الشعب يحب ياسر لأنه كان يدور في القرى ويقترب من الناس ثم عرب أحمد اللي حكم 4 سنين ابتداء من 1570 وكان قاسيا على الجند وفي ظهره تفشي الطعون في البلاد وتم اغتياله في البحر عام 1574 ثم القايد رمضان اللي أطاح بالسلطان السعدي محمد المتوكل اللي حتم عليه الفرار واختار لبرتغال ونصب أبو مروان المتوكل بها يحكم الدولة السعودية في المروق ومن بعده نلقو حسن البندقي اللي يضم للجزائر جزيرة سارتين الفرنسية اللي أنه مسترجعوها من بعد ثم جعفر باشا ثم حسن البندقي للمرة الثانية ثم المجاهد العظيم دالي أحمد لما خلى حتى ساحة الأوروبي مهبتش فيه غازيا بسفينته وهذا قبل ما يتقلد منصب الحكم لما كان في البحرية واشتهر باحتلال سواحل نابولي وسقلية وكورسيكا وسواحل إسبانيا كلها تقريبا وهو اللي أنقل طرابلس من الاحتلال المارطي عن 1589 ثم نلقو الخضر باشا اللي مشهور بالهجوم على تمرد قلعة بني عباس اللي كان يسكنوا جبال البيبان ما بين البرج ومسيلة وبعده شعبان باشا حكم البلاد في فترة صعيبة جدا لأنه نهار اللي حكم الجزيرة ضربها الطعون والمجاعة وانتهت بعواصف مدمرة حطمت أغلب السفون الراسية في الميناء اللي كانت عام 1593 ثم مصطفى باشا اللي اعتناب بمدينة سور الغزلان وبنى أصوارها وحذرها با من خلالها يجمع لها بني عباس اللي كانوا في جبال البيبان وتقريبا هذه الفترة كاملة كانت مشهورة فقط بهذا التحدي اللي هو ثورات بني عباس والبيبان وإمارت كوكو ثم عنا دالي حسين باشا ثم ساليم باشا اللي يتحرك بنفسه أيضا لهذا الثورة في جبال البيبان وقتل القائد التمرد أحمد أمقران ومن بعده نلقو الخذر رجع وفي الفترة هذه هدم الباستيون الفرنسي في القالة فدست له الفرنسا المكايد ويغتلوه في 1605 ثم مصطفى قوسا ومصطفى قوسا هذه أولى فترات حكمه لأنه رح نشوفه رح يرجع من بعد وبعده رضوان باشا اللي يلغى كل الامتيازات التجارية الفرنسية ومنحها البريطانيا وهذا مصطفى قوسا للمرة الثانية ثم الشيخ حسين اللي يتقلد الحكم في عام تام مجاعة لكن كان ذكي لأن المجاعة كانت أيضا في أوروبا فاستغل الفرصة وانتقم منها الفرنسيين أن نكثف الغارات عليها وهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها ثم نلقو مصطفى قوسا لثالث مرة بالمناسبة لو كانت لاحظوا هذا الفترة اللي كانت تسمى فترة البشوات ما كانوش يطولوا الحكام لأن الفترة القانونية للرئاسة كان ثلاث سنين ولكن مسموح أنه يعاود عهدات أخرى ثم سليمان معروف بسليمان كطانيا اللي حكم فقط بضعة أشهر تميزت بإعدام كل تجار الفرنسيين في القالة بعد اكتشاف تهريبها من البضايا ثم الشيخ حسين المرة الثانية وفي فترة حكمه الثانية هذه لما أراد التفاوض وشراء السلم مع الفرنسيز طار عليه الشعب والجيش وعزلوهم المنصب ثم شريف خوجة اللي انتقى بحاكما بتاريخ 28 جوليا 1619 ولكن طريق التسير التاعه سرعان ما أصبحت محطة سخط من الشعب خاصة فيما يتعلق بسياسة الودية مع الفرنسيين وتمرد علي أيضا الجيش خاصة البحر رجب رايس اللي رح يغزو فرنسا بنفسه رغم أوامر الحاكم بإيقاف الغزو غد فرنسا وفي فترة حكمه جم أسطول بحري فرنسي على الجزائر واندلعت أعمال شغب في العاصمة قتلة فيها 6 جزائريين ما أدى إلى إجباره على الاستقالة ليعين الديوان خضر باشا في محله وهذا ولو أنه اسمه يشبه اسم خضر باشا اللي شفنا حكمه الجزائر مقبل 3 مرات إلا أنه هذا شخص آخر لأنه هذا قلنا تم اغتياله سنة 1605 وعمره 8 سنة أما خضر باشا هذا فأحكم فقط بضعة أشهر أهم ما يزهر أنه بريطانيا شنت هجوم بحري لإحتلال الجزائر وقد فشلت في هذا الاحتلال ولكنها فشلت حتى في إضعاف القوة البحرية الجزائرية ثم هنا نلقى فترة من الفراغ في السلطة لعدة أشهر حتى تم اختيار مراد باشا لقيادة البلاد لكن في فترة عام فيها الطعون في كل العالم ما أدى إلى ركود كل الأساطير البحرية سواء الحربية والاتجارية وتلاه حسين باشا ثم يونس باشا ورجع حسين باشا للمرة الثانية ثم مجموعة من البشوات لما لقيتش عليهم أخبار تستحق الذكر غير أسماءهم وتواريخ توليهم وفترة حكم كل واحد حتى نلقى علي بيتشين لي كان بحار شديد البأس على النصارى وكان ثري لأنه ما غزى البحر إلا وعادة بالأسرة والأموال ومعروف أنه شيد مسجد في العاصمة يعرف باسمه لحد اليوم مسجد بيتشين وكان هو أول من وصلت البحرية في عهده إلى القطب الشمالي عبر إسلندا وقد مات مسموم بوضع السم في قهوته الصباحية ثم هنا نلقى تبادل السلطة بين محمد وأحمد وابراهيم لتنتهي بذلك فترة البشوات وليصبح حكم الجزائر اسمه الآن الآغة والآغوات أربع فقط أولهم خاليل آغة ثم رمضان آغة ثم شعبان آغة ثم علي آغة ومبعد ندخل في مرحلة الدايات لتغير فيها كثيرا قوانين الدولة نبدو من أول داي في تاريخ الجزائر إيهو الحاج محمد ولا محمد طارق وكان هو المتسبب في تغيير نظام الحكم هذا لأن الجيش اكتشف أن الأغوات هذومة كانوا حابين يرجعوا يربطوا الجزائر بالدولة العثمانية ويخلوها تابعة لها فيعتبر بذلك حاج محمد صاحب بصمة سيادية كبيرة في تاريخ الجزائر حكم البلاد 11 سنة تميزت أهم شيء بالرد على السلاطين فاسلي كانوا حابين يده وجدة ويحتلوها وقد منعهم من ذلك طيلة حياته ثم باب أحسن اللي حكم عام واحد أظهر فيه بعض اللين مع البحرية الفرنسية اللي هجموا على الجزائر في حملة كبيرة بتاريخ 18 جوان 1683 لهذا قتله الحاج حسين ميزو وخلفه في حكم البلاد وهذا الحاج حسين اللي كان أول حاجة دارها بعد حصوله على بيعة الديوان في العصمة أنه اكتب رسالة إلى قائد البحرية الفرنسية إبراهام دوكايم يتوعدوا فيها بأقصى العقوبات انتقاما على هجومه الأخير على الجزائر والحاج حسين هو ليحط القنص الفرنسي المتورط بالجوسة في فوهة مدفع بابا مرزوك قذفه في البحر وقد فعل نفس الشي مع عشرات الفرنسيين اللي تورطوا في أحداث فوضى في الجزائر كلهم قذفهم في نفس اليوم من هذك المدفع مدفع بابا مرزوك ومعروف الحاج حسين أيضا بأنه هو من أعلن الحرب على البندقية من بعد الحاج شعبان اللي حكم الجزائر سبع سنين تميزت باعتداء العائلة العلوية على وجدة تلمسان وإنهجم إسماعيل العلوي بنفسه على تلمسان فتحرك له شعبان بجيشه ودخل إلى عاصمة فاس وإنستسلم إسماعيل العلوي وأمس مكبل اليدين بل سجد الحاج شعبان دون أن يطلب منه ذلك وهذه قصة معروفة كنت حكيت عليها في فيديو من قبل كمان حاج شعبان معروف أيضا باجتياحه لتونس والإطاحة بيحكمها محمد الثاني بعدما تأكد أنه يساند سلطان فاس بهيه جمع للجزائر والحاج شعبان مات في عملية اغتيال وسط المسجد بالجزائر العاصمة في 15 اوت 1695 وجاء من بعده حاج أحمد اللي حكمه ربع سنين أو ربما ثلاثة سنين ونص ولما سأت علاقته مع الجيش اغتلوه في وضح النهار ثم ادي حسن شاوش اللي يخسر معركة ضد الجيش التونسي فحمله الجيش مسؤولية هذه الخسارة وأقالوه ثم الحاج مصطفى قعد خمسة سنين وهو اللي في عهده حدث لهجوم المتزامن التونسي المروقي في نفس الوقت وقصته حكيت عليها في فيديو سابق تقدروا ترجعوا تشوفوها ثم حسين خوجة عامين من العجز المالي في ميزانية الدولة لأن الجزائر انشغلت برد الاعتداءات على شقاء اللي جايين من تونس والمروق فما لقاش أفضل من أنه يطلق صراح حاكم تونس السابق لأسر الحاج شعبان مقابل كفالة مالية معتبرة ثم محمد بقتاش وبقتاش هذاك الوقت كانت عائلة صوفية متدينة وذات يوم قالها مفكر في التوقف عن غزو النصارى والبحر فاغتاله دال إبراهيم ولما نحكو على دال إبراهيم لحكم من بعده يقولونه كما تدينه تدان هو اللي اقتل محمد بقتاش فقتله أحدهم بطلق ناري بعد توليه الحكم بخمسة أشهر فقط وباب علي شاوش حكم ثمانية سنين ما يكبر في عينه حتى واح حاول الجيش إحداث بلبلة ضده فقتل منهم ألف واحد بما في ذلك الضباط والجنود حاول السلطان العثماني مجملته بالهدايا فطرد مبعوثه قناصل التاعو كلهم وعطى الصلاح يدفى قتل الديوان تاعو وحكم الجزائر ثمانية سنين وقد أحبوا الشعب أكثر ممن سبقه وهو لأعلى الحرب ضد هولندا في 1715 لأنها رفضت تدفع الجزية ورأسه لبريطانيا يطلب منها الجزية فبدأت بالدفع فورا وفي حكمه ضرب زلزال قوي في 1716 أما وفاته فقد حاول ضباط الجيش الانتقام منه عدة مرات إلا أنه كان ينجو في كل مرة حتى مات طبيعيا في فراشه في 1718 ومحمد بن حسن حكم خمسة سنين تميزت بالعنصرية بتفضيل جزائرين من أصل تركيا على الجزائرين من أصل أخرى فدبروا اغتياله لهذا السبب وقتلوه في 1723 ثم بابا عبدي توقف على دعم الجيش ودعم رياس البحر المستقلين وبالتالي فقد خلق طريقة جديدة لحكم البلاد وهي التوريث لأنه قرر بنسيبه بابا إبراهيم وخلاه خزناجي وهي ألو الحكم من بعده وهذا إبراهيم زاد ورث ولدخوه والحمد لله ما طولتش تالي ريضرك ملكية وهذا هو إبراهيم داي صهر بابا عبدي تميز حكمه بيصد عدة هجومات أوروبية سواء المؤامرات ولا هجومات بحرية ووصل بالجيش تاعه لتونس وحتل تونس العصمة وأجبر حكمها لأنه يدفع الجزية مثله مثل النصارى لأنه ثبت عنده أنه يساند المروك به يحتل وجدة وقلنا قبل الميموت رقى ولدخوه إبراهيم كوشك وجهزوا لحكم البلاد وبالفعل هذا كوشك إبراهيم عاد السلام مع تونس بشرط المحافظة على دفع الجزية السنوية مقابل حمايتها وهو لأعلن الحرب على الدانيمارك إلا أنه ثلاث سنوات لحكمها كانت صعبة على الشعب لهذا نسجل عدة طورات اجتماعية في عهده ومحمد بن بكير كثيرا ما تنتقس منه الكتب الإسبانية والفرنسية يوصفوا فيه بالأعور إلا أنهم يجمعوا أنه حليم كريم امتص غضب الجميع ووحد الصف من جديد وهو ليكسر تجربة التوريث فهو لا يقرب لي سابقيه كمان أحكم البلاد وهي في حالة فوضى أو ثورات في مختلف مناطق الوطن بسبب فرض الضرائب والجيبايات على الموطنين وهو معروف أيضا بإصداره لقانون مشهور جدا يسمى عهد لمان يشبه إلى حد كبير ما قام به اليمين زروال وعبد العزيز متفليقة لما أصدروا الوئام المدني والمصالحة الوطنية إلا أنه عهد لمان هذا كان سبب مقتله فبعض العسكر ما تقبلوش فكرة تسحب صلاحية الجيش وقتلوه عام 1754 حكم من بعده باب علي وكثرت الإنقلابات والبلبلة في وسطه إلا أنه ملغاش وثيقة عهد لمان لدارها من قبل ومحمد بن مكير ويشكر أيضا باب علي على أنه هو من أدخل الماء لكل بيوت العاصمة عن طريق شبكة سواقي ونوافير في المدينة وقد أعلن الحرب على هولندا وقضع لتمردات عسكرية في تلمسان وقسنطينة لأنه في وقته والي تلمسان أعلن أن تلمسان دولة مستقلة منفصلة على الجزائر فحرك له الجيش وقتله ثم محمد بن عثمان 25 سنة من الحكم ربع قرن رجل عظيم بأتم معنى الكلمة أعطى للدولة هيبة عظيمة داخليا وخارجيا سيطر على البحر الأبيض المتوسط بأتم معنى الكلمة أعلن الحرب على الدانيمارك والنرويج وإسبانيا فرض الجزي على بريطانيا والولايات المتحدة في عهد وكانت الجزائر في قمة قوتها وعنفوانا ثم أدى حسين أحكم سبع سنين وكان مقرب جدا من محمد بن عثمان لأنه كان أحد وزراءه واصل مشروع سابقه في تحرير وهران من الإسبان فحررها ثم أدى مصطفى باشا وهذا هو لورط الجزائر بتعامله مع اليهود وكنا طرقنا لهذا الحاكم بالتفصيل في حلقة سابقة إلا أنه عنده مواقف بطولية لفرض الهيبة الخارجية خاصة أنه الوحيد في التاريخ لأجبر الماريكان على التاريخ الهجري وهو للفعل علام الجزائر على أعتى السفينة أمريكية أما وفاته فكانت اغتيالا وهو اللي يسمي باسمه سبيطار مصفى باشا في الجزائر العاصمة ثم دايحمد وهو أحمد بن علي تميزت فترة حكمه بتحرير الأسرة النصارى مقابل المال حتى فارغت سجون الجزائر منهم لأنه اليهود ورطوه في الديون وما بقاش عنده مدخيل إلا بيع الأسرة ثم علي خوجة ويسمه أيضا علي الرسول ثم حاج علي ثم حاج محمد اللي حكم 16 يوم فقط حكم البلاد في حالة من الفوضى في أول أسبوع حاب يدير مراقبة فاكتشف أنه بعض الضباط الجيش يختلصون من خزينة الدولة أموال كبيرة فلما استدعاهم حرضوا عليه حتى قتله الجيش ثم عمر آغا اللي كان منذ سنوات طويلة قائد الفيلق البحري لنفذ إعلان الحرب على أمريكا لذا نجد أنه فور توليه الحكم أعلنت أمريكا الحرب على الجزائر وزودت بريطانيا بالدعم بها تقوم بالهجوم على الجزائر نيابة على كل الدول الأوروبية فكان في عهد حملة قصف العاصمة التي تسمى بحملة لوردك سموث ومعروف عمر آغا بأنه كان يحب تيارة ياسر وكان يزورها وقد بنا بها قصرا أنه خلاه لأحد أبنائه ثم علي بن أحمد اللي حكم عام واحد كان متواطأ ومدبر للعديد من الاغتيالات لسابقيه لذلك نرى أنه كان حذرا جدا من أنه يلقى نفس المصير فغير القصر إلى مكان آخر قصر الداء يعني وكان يستخدم الكثير من الحراسة الشخصية من خواله القبائل لأنه أمه قبيلية وبالفعل أنقذوه من محاولة اغتيال اللي قام بعدها بإعدام 1500 عسكري من المتورطين ومات في 1818 بمرض الطعون وأخيرا ندى حسين مشهور في التاريخ وقرنا عليه ياسر في المدرسة منح اليهود عدة امتيازات ومشهور بحادث المروحة اللي ضرب بها القنص الفرنسي على وجهه ومعروف أيضا أنه قف إلى جانب الدولة العثمانية في حربها ضد القوى الأوروبية في نفارين وانتهت سلطته باحتلال جزائر يوم 5 جوليه 1830 وانوقع معاهدة الاستسلام وبدأت مرحلة تسمى مرحلة الاحتلال الفرنسي تخللتها فترة من استمرار الدولة الجزائرية اللي اترأسها الأمير عبدالقادر وانقل عاصمتها المعسكر ولي دامت 15 سنة أما الاحتلال الفرنسي فقد دام 132 سنة إجمالا كانت آخر 7 سنوات منها ثورة مشتعلة في كل شبرين من هذا الوطن حتى اضطرت فرنسا أنها تعترف بالحكومة المؤقتة الجزائرية وأنها تتفاوض معاها واللي كان على رأسها فرحات عباس لمدة 3 سنوات ثم بن يوسف بن خدا ثم عبدالرحمن فارس ثم أول رئيس منتخب شعبيا لهو أحمد بن بلا وهو مناظر معروف أثناء الثورة وهو اللي قالب عليه وزير الدفاع التاعو الرئيس هواري بومدين فيما عرف بالتصحيح الثوري ثم حكم البلاد الزعيم هواري بومدين اللي كان قادر يقود قارة مش دولة فقط ثم ربح بطاط ليحكم البلاد مؤقتا بعد وفاة بومدين المفاجئة ومدة حكمه كانت فقط شهر ونص ثم شادلي بن جديد لي كان وزير الدفاع لما توفى بومدين وقد تم انتخاب شادلي في 1979 في وقت الحزب الواحد واحكم البلاد ثلاث عهدات واستقال في الأخيرة بعدما عجز على توحيد الصف الذي قسمه إلغاء الانتخابات البرلمانية اللي فاز فيها بأغلبيتها حزب الجبهة الإسلامية لإنقاذ أما محمد بوظياف فكان في المهجر حين استقال شادلي وهو الملقب ثوريا بسيط طيب الوطني وهو أحد كبار رموز ثورة وقادتها لكن بعد أشهر قليلة من توليه الحكم تم اغتياله في عنابة في وضح النهار وهو يلقي خطابا ويذكر الجزيرين كيف كانت آخر كلمة قالها واللي فاتونة باش فاتونة فاتونة بالعلم وفي فترة حارجة جدا من تاريخ البلاد قادها علي كافي لمدة ثلاث سنوات لأنه كان رئيس للمجلس الأعلى للدولة حتى تم انتخاب اليمين زروال في 1995 واليمين زروال أيضا لم يكمل عهداته الرئاسية ثم نجد الرئاسة آلة ما بعده لعبد العزيز بوتفليقة اللي كان أيضا في المهجر على غيرار محمد بوظيف ولما جاء استقبلوه الجزيرين بالبرود والزغريد لكونوا مرتبط في أذهانهم بمسيرة الهواري بمدين بالفعل فازة بالأغلبية وترشح للثانية وفاز بيها وترشح للثالثة وفاز بيها وترشح للرابعة وفاز بيها وترشح للخامسة لكن الجزيرين رفضوا ترشحوا لعجزوا شبه تام وذلك في حراك شعبي راقي جدا مطالبا بالتغيير وهذا الحراك كان فريد من نوع في العالم لأنه كان سلمي إلى أبعد الحدود فتراجع بوتفليقة على الترشح في ظروف تم فيها استدعاء الكثيرين من مقربيه للتحقيق ثم عبد القادر بن صالح اللي سير البلاد مواقة لمدة ثمانية شهر حتى تم تنظيم انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون وذلك في ديسمبر 2019 ليكون الرئيس عبد المجيد تبون هو الرئيس 165 في تاريخ الجزائر الموثق في سلسلة متواصلة غير منقطعة منه إلى ما قبل الميلاد وفي الأخير نقوله كان هذا ملخص لحكام الجزائر عبر التاريخ وبصامات كل واحد فيهم واللي انتمنى تكون في إضافة المعلوماتكم التاريخية